ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الكاتب والمحلل السياسي كفاح محمود سيد كفاح مرحبا بك كيف تقرأ هذا الهجوم على أربيل ومن الذي يقف وراءه بداية المساء الخير سيدة الكريمة ومبروك لأربيل وأهالي أربيل وساكنين في أربيل هذه العملية الناجحة لقوات الأسايش في القضاء عليها في مهدها قبل أن ربما تتطور ما حصل حقيقة يثير أكثر من تساؤل لماذا أربيل ولماذا الآن بالتحديد من المستفيد من هذه العملية من المستفيد بصرف الأنظار أو إلهاء أجهزة الإعلام عن ما يحدث في البصرة وفي بغداد حقيقة هناك تساؤلات كثيرة ربما الإجابة عليها سيضع النقاط على حروف هذه العملية العملية نفذها كما وصف أكثر من رجل أمن أو مسؤول في الأسايش ثلاثة من المراهقين أعمارهم لم تتجاوز الثامنة عشر من العمر معظمهم طلبة من طلبة إعدادية متوسطة أو ثانوية المثير أيضا أنهم حاولوا الدخول إلى المحافظة أو مبنى المحافظة في السابعة وعشر دقائق أو السابعة والربع في هذا الوقت بداية ربما للموظفين الجديين لأنه معروف أنه الدوام يبدأ بعد الثامنة الثامنة والنصف استهداف مبنى المحافظة بهذا الشكل أنا أقرأه بقراءتين الأولى عملية كانت تستهدف ربما أجهزة الإعلام يعني لإثارة أجهزة الإعلام وإشغال الرأي العام عما يحدث من مظاهرات في جنوب البلاد وفي العاصمة بغداد الثاني هؤلاء ربما هذه الشريحة من الشباب كانت ضحية للأفكار المنغلقة الأفكار المتشددة ربما للإداء غير الجيد لبعض رجال الدين أو ربما ضحايا لأفلام الأفلام المؤثرة الأكشن أفلام التي تتعلق بمرحلة داعش وما كانت تفعله وإسقاطاتها على هذه الشريحة من الشباب نعم طيب يعني سيد كفاح توقيت الهجوم مع حركة يعني الاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب وأيضا حتى الوسط هل برأيك هو إلهاء كما ذكرت لوسائل الإعلام الإلهاء للشعب حتى يلتفت إلى هذا الموضوع أكثر مما هو جدي وحقيقي برأيك واضح جدا يعني أنا قلت لك في بداية مداخلة سيدتي بأنه من المستفيد من إدارة الرأي العام أو إدارة اهتمام أجهزة الإعلام فضائيات أو صحف أو مواقع أو إذاعات عما يحدث في هذه المناطق وإلهائه بما حدث بعملية يعني أكثر ما يقال عنها أن عملية مجموعة من المراهقين لكنها كانت مؤثرة من الناحية الإعلامية وقد شاهدت اليوم تابعت اهتمام بعض القنوات بدون أن أسميها حقيقة إداء سلب كان لإشغال الرأي العام عما يحدث كما قلت لك في مناطق الجنوب في البصرة ومحافظات الأمارة والمثنى وحتى العاصمة بغداد ولذلك هناك أكثر من اتهام من مراقبين سياسيين أو حتى من إعلاميين أو محللين سياسيين بأن هناك من يقف ربما أو من استفاد من عملية تحويل اهتمام الرأي العام بهذه العملية طيب أرحب بك مرة أخرى أستاذ كفاح لماذا أربيل تحديداً حياك الله لماذا أربيل تحديداً هي من تريد أن تلهي الرأي العام لماذا العملية في أربيل لماذا لم تلهي التظاهرات مثلاً عمليات كاركوك والوضع فيها لا زال مربكاً وكذلك حتى في بغداد لماذا في أربيل تحديداً برأيك تماماً أخي زيد تعرف جيداً أن أربيل عاصم تلقليم هنا وكل محافظاته ومدنه تنعم بأمن وسلام يعني حولها إلى واحة للسلام والأمن في البلاد وأصبحت ملاذ لكل العراقيين مجرد المساس بهذا الجدار الأمني سيثير كل أجهزة الإعلام ليس العراقية المهتمين كانوا معظم الفضائيات العربية والأجنبية الذين قاموا بتنفيذ مثل هذه العملية يدركون جيداً بأنه عملية مثل هذه في كاركوك يعني كما يقول العراقي تنبلع وتروح يعني ما يهتمون بها لأنه فعلاً بعد 16 أكتوبر في 2017 في كاركوك الوضع الأمني أصبح أو انهار الوضع الأمني بحيث أنه مثل هذه العمليات تكاد تكون يومية أو أسبوعية أيضاً هذه العمليات ليست غريبة في بغداد ولذلك الذين قاموا بهذه العملية ليس المنافذين وإنما الذين برمجوا لهذه العملية كما فعلوا أيضاً في 2015 تذكر معي حينما أرادوا أن يقتحموا بوابة وزارة الداخلية هنا في إقليم كردستان في العاصمة أربيل إذن تشير سيد كيفاح تشير إلى أصابع سياسية الآن وليس الموضوع فعل أمني فقط لا لا ليس فعل أمني لا بالتأكيد لأنه جدار الأمني في كردستان معروف يعني بمتانته ومعروفة قوات الأمن المحلية القوات الأسايش وقوات مكافحة الإرهاب والدليل أنه ما حصل في 2015 مع الذين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية أو مع الذين أرادوا أن يصنعوا نوع من البلبلة هنا في أربيل بالتأكيد من يدفع هؤلاء اختار بذكاء أربيل واختار مبنى المحافظة لم يختار مثلا مديرية الموارد أو لم يختار طابو أو أي دائرة من دواير الدولة اختار مبنى المحافظة لأنها مركز استقطاب لوسائل الإعلام وللأهالي أيضا كفاح محمود الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من أربيل